طب لو أنا كمان داخل في علاقة جديدة بسرعة قبل ما تعافى أو ما حد يساعدني إن أنا تعافى وما توازنتش هخش أحط عليها أخطاء التجربة الأولانية وطبيعي إحنا كبشر فتي في تشابه بيننا ولو بنسبة بسيطة على الأقل 50% فأول ما حلقي سلوك من الشخص التاني هو أو هي عشان يبقى يا دين هو أو هي لقيت سلوك من آه ده أنت زي فلانة آه ده أنت زي فلانة ولما تخش تتعافى من التجربة استنى في وقت كافي تتعافى من التجربة قدرت أتعافى الوحدي خير ما قدرتش أرجع لحد مختص يساعدني عشان أقدر أكمل طب تخطيته بتقيف تجربة تانية ممنوع تاخد وتاخدي مشاكل وألام وقصص التجربة الأولى أحطها في التجربة التانية وحسب التانية على فاتورة الأولانية لأنه مالوش زم يعني يدفع فاتورة الأولانية ليه هو مالوش زم لأن أول ما هيسمع واحد أو واحدة بيشكروا من اللي فاتح هيخاف ويجري آه طبعا ليه؟ مش فاتورتي مش موضوعي مش هقدر أكمل طيب فانا عمل ايه؟ أتوازن الأول في حاجة تانية حضيك هتضيفها أتوازن الأول عشان أتخطى ده وأخش بروح جديد وأخش بروح جديد أنت عارف أن دي هنعمل عليها حلقة بجد والله دكتور حسام أنت طلق يعني أصرت نقطة مهمة جدا دي مهمة جدا لأنها بتبوق بتسبب الطلق التاني التاني والتالث والرابع لأن بتفضل حياة كلها سلسلة من الانكسارات وسلسلة من المخاوف وسلسلة من الفوبيا اللي هو أنا خايف أتجوز فيحصل كذا فيقول يعني فوبيا فوبيا لأن بالضبط اللي بتركز عليه بيزيد في حياتك يبقى احنا هنعمل حلقة إن شاء الله عن إزاي أتعافة وإزاي أتعافة بجد لا وكمان أكمل بقى إزاي أبدأ من جديد إزاي أبدأ من جديد وإزاي ما أخدش مصايب وألام وأشاكل التجربة الأولى أرميها على التجربة الثانية فابق أنا الطرف التوكسك لو أنت داخل مش متعافي